سيد عادل يبقى بعد ما يبقى وإذا ما مر سيد الكاظم رح يبقى سيد عادل لا يتكلف واحد غيره بس سيد عادل ما يبقى ما يبقى صعب صعب جدا ما يبقى ما يصير لكن الكاظم يمشي لو ما يمشي طيب من سابق الأوانة الحديث عن هذا والله أنا رح ألخص الليل فهمته لو كان قويا لما تم ترشيه ولم يتم تكليف من الخلاصة قل لي غلطان لو قل لي صحيح أنا أعتقد يوم السيد الكاظمي إذا قدر يشتغل بطريقة صحيحة وإذا تدي أداة شرط غير جازمة إذا قدر يشتغل بشكل صحيح ويستخدم وسائل المعروفة في إدارة الملفات أعتقد يستطيع أن يمضي في مجلس النور وإلى الآن عنده فرصة جيدة اليوم أكون أنصر خانق مضاغط خانق على القوى السياسية وربما تقبل بأن يمضي بالرغم من قوته التي يتوقعها من عنده ربما يمضي في مجلس النور وإذا لم يستطع أن يستخدم هذه الأدوات وأن يعمل بطريقة محنكة سياسية محنكة في إدارة ملف التكليف أعتقد سيلحق بمن سبقه